تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والباية بأسعار أزيدة من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 429 قضية تمونية بمضبوطات بلغت قرابة 50 طن ففي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 28 طن كما تم ضبط أكثر من 21 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدة من السعر الرسمي وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 618 قضية من بينها 163 قضية خبز ناقص الوزن و116 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب منظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 14 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 53 طن أقماح محلية